بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان نظمت مدرية أوقاف محافظة المفرق لقاء حاشدا بجامعة آل البيت حضره محافظ المفرق ورجال دين إسلامي ومسيحي وجمع من موظفي الدوائر في المحافظة وأبناء المجتمع المحلي إلى التفاصيل بمناسبة أسبوع الوئام نظمت كلية الشريع بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي بجامعة آل البيت والمركز الأردني لبحوث التعايش الديني ندوة علمية بعنوان دور الدين في البناء الأسري شارك فيها كل من الأب نبيل حداد مدير مركز بحوث التعايش الديني والدكتور حمدي مراد المحاضر في جامعة العلوم الإسلامية والدكتور باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين والدكتور محمد الشريفين من كلية الشريعة وذلك في قاعة الإمام مسلم بجامعة آل البيت الأب نبيل حداد في كلمته بالند وقال ما أجمل أن نكون في الجامعة وما أجمل أن نكون في المفرق وفي بيت من بيوت آل البيت في هذا الوطن المقدس المبارك وقد أتينا اليوم ومفرقنا يتحدث عن وئام إسلامي مسيحي يعجز الآخرون عن تقليده نأتي إليكم أيها الأخوات والإخوة وفي قلبنا حب لرسالة حملها هذا الوطن هي رسالة الوئام وجئنا نتحدث في أسبوع الوئام الأسبوع الأول من شهر شباط الذي كان مبادرة أردنية هاشمية خرجت من رحم أم الوثائق اللي هي رسالة عمان رسالة عمان في عام 2004 صدرت كتبها ثل من علماء المسلمين بحبر هاشمي 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 هذا الحبر كان ونشهد أن هذا الحبر هاشمي إسلامي يحمل حضارة عربية إسلامية هذه الحضارة أجدادي غساسنتنا كانوا مساهمين فيها الدكتور حمدي مراد استشهد بحديثه بآيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة لا يؤكد على أن منهج الوئام منهج شامل بعيد عن الأنا والإقصاء للآخر بل هو جامع لأنه مبني أساسا على فسح المجال كاملا للقلب والروح إذن هذه حقيقة المصاري الإلهي الذي يسعى ليكون الناس أسرة واحدة ضميمتهم هذه الأخلاق العالية التي تتناسب مع العبودية بين هذا العبد وخالقه سبحانه وتعالى وترقى إلى مصاري القول السديد والعمل الصالح وتتمازج معها العلاقات ضمن المقولة الدين المعاملة وهي جزء لا يتجزأ من المنهج الرباني الأستاذ الدكتور محمد الشريفين بيّن بأننا في الأردن نفخر بقيادتنا الهاشمية التي تؤمن بوجود شعب واعن لا يسير خلف من اختطفوا الدين وهم قلة ولا تأثير لهم لو تمعنا في أي دين لو وجدنا أنه وظيفة دين أربعة أشياء خاصة نحن نتحدث عن الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام ونفخر بالأردن أيها الإخوة حقيقة لا مجاملة أنا أحس بالدفء الكبير جدا في هذا الحديث نفخر أنه في عندنا قيادة هاشمية بتأكد بتأكد إلنا دائما مع وجود شعب واعي في هذا الميدان لا ينظر ولا يسير خلف أولئك الذين اختطفوا خلف القلة الذين حاولوا اختطاف الدين وإن شاء الله ربنا تعالى بقدرنا على أن نكون مخلصين لله تعالى أولا ثم مخلصين لهذا الوطن الدكتورة باسم السمعان تحدثت من جانبها عن دور الإعلام الفاعل والمهم في الحفاظ على الأسرة وكيفية نظرة الإعلام إلى النقاشات التي تتم على وسائل التواصل الاجتماعي مبينة أن الرسائل التي تم توجيهها عبر هذه الندوة ما هي إلا ترجمة لنهج الهاشميين وإيمانهم بالوئام ومحبة الآخر بغض النظر عن معتقده الإنسان داخله موجود بذرة الإيمان بالآخر ومحبة الآخر لكن تأثير المجتمعات هي اللي بتأثر على الإنسان وقراراته فهو قرار إنساني قرارك أنت تحب الآخر دين أو معاملة أو قرارك أنت كشخص كشب كفتاة كامرأة كامرأة تحب الآخر نحن في الإعلام غير مسامحين إذا أثرنا موضوع يثير الفتنة الدينية غير مسامحين بتسكر الموقع تماما نحن نحاسب الجرائم الألكترونية كصاحبة موقع أو كمحطة فضائية نحاسب على التعليقات أيضا إذا تم عدم حذف التعليقات المسيئة وخليناها نحن نحاسب عليها كأصحاب موقع مع أنه نحن مع النزم الناس كيف تفاعلها على المواقع وياما تجرجرت بعض المواقع الإخبارية للمحاكم والقضايا والجرائم الألكترونية نتيجة هذا التعدي على الآخر عميد كلية الشريعة الأستاذ الدكتور أحمد القرالة بيّن أنه إن كانت الأسرة على قدر كبير من التماسك والاستقامة صلحت شؤون المجتمع واستقامت أموره وهذا لا يتحقق إلا بالوفاق بين الزوجين وامتد ظله على باقي أعضاء الأسرة فأصبح جو الطمأنينة والاستقرار هو السائد في الأسرة بما يحقق الراحة النفسية لأفرادها نسعى دائما لبناء منظومة القيام أنا عندي شخص يكون مسيحي ولا يصير ملحد لا يبقى مسيحي حسنا يكون ملحد لأنه على أقل المسيحية وهي عبارة عن منظومة منظومة قيام منظومة قيام فأحنا بنحاول خلال هذه اللقاءات وإحنا كنا حرسين أنه ما يكون عبارة عن لقاء إعلامي لا لأحنا ما بنا نجامل ولا بنا نحاول نظهر أنه إحنا تعايش هذه القيام اللي موجودة ومجتمعنا قيام أصيلة دخل علينا فكر غريب حكى عنه دكتور الأبونا أنه اختطفوا حقيقة الدين وحاولوا يزرعوا في مجتمعاتنا هذه الكراهية تجاه تجاه الآخر أنا أحيانا بحزن لما أحيانا التنوع بزول من المجتمع دائما هذه باقة الظهور لأمامك جمالها بتنوحها جمالها بتنوحها التنوع هو اللي بضفي الجمال على المجتمع لا يمكن تستقيم المجتمعات برأي برأي واحد أو بطبيعة واحدة أو بشخصية واحدة مساعد عميد كلية الشريعة الدكتور عبير تليلان أوضحت بأن هذه الندوة تهدف إلى تنوير وتثقيف الشباب لفهم سماحة الدين مؤكدة على أن الوئامة بين الأديان له دور كبير في ترسيخ مبادئ الإسلام القائمة على اليسر والسهولة والتسامح واحترام الآخر وفي نهاية الندوة التي أدارت الدكتور تليلان من كلية الشريعة وحضرها نواب عميد كلية الشريعة وحشد من المجتمع المحلي من كلا الجنسين أجاب المنتدون عن أسئلة الحضور واستفساراتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر